اشتركوا في القناة في تلات محترفين هينضم اليوم حمد فتحي محمود حسن تريزيجي ومصطفى محمد محمد شريف هيصل يوم تسعة وعشرين خمسة ومحمد صلاح هيصل يوم واحد يونيو هينضم للمنتخب امتى لسه غير معلنة بس اعتقد حسب معلوماتي صلاح يوصل واحد ستة هينضم للمنتخب في بداية الاجندة يوم تلاتة ستة نهاردة زي بقول لحضراتكم في جلسة للكابتن حسام مع لاعبي النادي الاهلي ولعبي نادي الزمالك مباراتين بوركينا فاسو وغينيا بيساو يوم ستة ويوم عشرة يونيو كل التوفيلة منتخبنا ولعبي النادي الاهلي انضموا النهاردة حسب الاتفاق اللي تم ما بين الاهلي مع اتحاد الكرة وجهاز المنتخب نروح بسرعة للمشاركات والسؤال اللي طرحناه على كل السادة المشاهدين افضل هدف احرازوا الاهلي في دورة ابطال افريقيا هذا الموسيب نبدأ مع بعض من احد متابعي البرنامج جاباسم بيقول مساء الخير لنجم الالام شكرا جزال لحضركم اتمنى تقرأ رسالتي اهل رسالة معنا اعتقد اجمل هدف هو هدف وسام ابو علي في مازمبي صناعة الاسطورة علي معلول نجري شوية في التعليقات عشان وقتنا ياسر بيقول هدف رامي ربيعة هدف البطولة مفيش افضل منه عشان فرحة البطولة ناخد رأي تاني معنا سريع محمد عبدالراضي بيقول مساء الخير افضل هدف سجيله الاهلي في مشوار دور الابطال هو الهدف الثاني في ايابة دور قبل النهاية امام مازمبي هدف وسام ابو علي من صناعة معلول تحياتي لحضرتك هبا بتقول هدف رامي ربيعة في النهاية لانه حق البطولة كان اخر حد متوقع ان رامي يحرز هدف وللأسف رامي تعرض لانتقادات كثيرة لكن ربنا انصفه وفرح جمهور الاهلي خدنا كده اراء بسرعة لكن طبعا انا شايف الاغلبية بتتكلم على هدف وسام ابو علي في مرمى مازمبي بتمريرة سحرية من عالم علول نتمناله الشفاء يا رب والعودة سريعا الى الملعب وقت الحلقة جري بسرعة معاكم كالعادة لكن في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا بإذن الله لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء